موسيقى 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 إنما ما يطلق على المرض المناعي زي ما إنما شبهت جهاز المناعي بجيش ومسؤوليته إنه يحارب المكروبات والحاجات اللي بتأذي جسمي من بره هو لسبب ما أو لعدة أسباب معينة الجهاز ده بيقرر إنه يحارب جزء من جسمنا وده يؤدي لحدوث الأمراض المناعية أمثال الروماتويد والحمة الروماتيزمية والكلام ده ده كله جهاز المناعي هاجم جزء من جسمي فأنا اتصبت بمرض نتيجة إن جهاز المناعي بيهاجمني يعني المرض المناعي ممكن أما يهاجم أي جزء في الجسم أي حاجة أي مكان أي مكان في الجسم مية في الماء أي مكان عرضة ابتداء من شعر الرأس لصابع بجلي وده يا دكتور ما لوس سبب نقص المناع المرض المناعي مش نقص المناع هو ليه تركيبة عدة أسباب يعني فيه عوامل كتير جدا كذا عامل اجتمعوا مع بعض أدوا إلى حدوث مرض مناعي درسانها في الطب العوامل ديه تعرفينها بس ما فيش سبب مباشر ما فيش علاقة مباشرة أن أكلت كذا جلي كذا أو أن أعملت إيه جلي إيه يعني ولا الأكله ولا حاجة للي علاقة بالمرض المناعة بعمراض المناعة بأمراض المناعة لا أملهاش علاقات يعني فيه قابلية جينية في عنوع معينة من البشر في جينات معينة فيه إصابات فيروسية معينة يعني للي علاقة ممكن وراصة قابلية وراصية اه يعني ملاحظ ان دايما الامراض المناعية تأتي لعائلات محددة يعني في عيلة كده تلاقي الاب والام والعمام والخلال يعانوا من امراض مختلفة مناعية اه مختلفة مش حاجة واحدة مش شرط حاجة واحدة اه طبعا يعني او ترند في مجموعة بشر معينين في امراض معينة بتصيب مجموعات معينة من البشرية اه طب المراض المناعية يا دكتور ممكن يؤثر بيجيب تأثير على الكلة؟ طبعا في امراض مناعية كتير جدا بتؤثر على الكلة الكلة احد الاعضاء المهمة جدا اللي يعني بنسميها تارجت او مستهدفة في امراض مناعية كتير جدا سواء كانت امراض مناعية للكلة موجهة للكلة نفسها بتقزي الكلة او ناتجة من حاجة تانية والكلة بتتأذي بطريقة سانوية في السكة برد بس يعني ما تجيبش فشل كلوي؟ لا هو نهاية المطاف الفشل الكلوي للكلة الا انا يعني حدوث فشل كلوي ده مؤشر ان انا فشلت في العلاجة اه ايو 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 ده انا مش عايز اوصل الفشل الكلوي انا بحارب ان انا ما وصلش فشل كلوي كون ان انا وصلت فشل كلوي فانا اتحزمت في هزي الحرب ايو وفي بقى دكتور في يعني في ادوية ممكن تحجم المرض المناعة؟ طبعا بس بس ما يخفش ما يخفش لا ما يخفش احنا بنلجع للعقاقير او العلاجات الدوائية لهدف حاجة اسمها تثبيت او وقف نشاط اه لا يتحجمه لكن مش ما يخفش اه انا مش عايزه نشط انا مش عايز جهاز المناعة يكمل تدمير في الكلة اي انا مش عايزه يكمل ازيه ومفصل في حالة الروماتويد انا عايز اوقفه عند حده يقف عند الحد الطبيعي ان هو ما بيقزيش العضو الداخلي بتاعي ده كده انا نجحت في السيطرة على المرض اه اللي هو بيتحجم فقط لغير لكن ما فيش علاج اللي هو يوصله طبيعي انتهاء تام لا ما عنديش زي امراض كتير ما عنديش علاج يقضي على السكر ولا الضغط يعني في جزء من امراض الطب كلها الهدف منها الوصول لمرحلة طبيعية بالعلاج ايو 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 كذلك امراض المناعة طيب مرض المناعة ده بيبقى سبب رئيسي في الروماتويد ولا ولا ممكن الروماتويد يجي ملوش علاقة بالمرض المناعي لا هو الروماتويد هو مرض مناعي مش سبب رأيي هو التعريف بتاع الروماتويد هو مرض مناعي الروماتويد اه طبعا هو جهاز المناعة اللي موجود في جسمي زي ما قلت بيهاجم اعضاء داخل جسمي ففي مرض الروماتويد جهاز المناعة بيهاجم المفاصل المفاصل اه المفاصل جميع مفاصل الجسم اللي هي الالتقاء ما بين عظمتين او بتوزيعة معينة في مفاصل الجسم جهاز المناعة بيقرر يعلن الحرب على هذه المفاصل اه لما جهاز المناعة يعلن الحرب على المفاصل ده مرض اسمه روماتويد فهذا الروماتويد يؤدي في نهاية المطاف زي ما جهاز المناعة حارب الكلة وقدر يحارب بردو المفاصل حارب مفاصل هيؤدي لتدمير هذا المفاصل يتدمر خالص الدكتور يعني تدريجيا ولا ممكن اللي هو ما يحصلوش كده ما يحصلوش كده مع العلاج مع التحجيم يعني روماتويد من الحاجات اللي بنلجأ في العلاج فيها هدف محترم برضه هو عدم تدمير المفاصل لانها بتبقى احد المشاكل السيئة جدا لمريد روماتويد او لأي بني ادم ان يبقى فيه مفصل مش شغال او طبعا انا مش عارف ارفع كدفيه مش عارف افريد كوعي طبعا ولا تنير جبتي مش عارف امشي دي حاجة سيئة جدا وخاصة ان روماتويد كمان الحاجة السيئة بتاعته انه هو بيتجه لمفاصل الصغيرة لمفاصل الثوابع بتاع ايدين وريجين ايو ايو فحدوث تشوهات في الاصابع الادين طب و لازم يا دكتور لازم يحصل تشوهات ولا ممكن المريض يعدي من المرحلة دي ما هو ده اللي انا عايز اوصله ان انا لما ابتدي اعالج الروماتويد وابتدي اعالجه بقوة في الاول لان ده احد الامراض اللي مطلوب فيها العلاج العنيف حتى نسميه بالانجليزي اجريسيف تريتمنت لان العلاج العنيف او العلاج اللي يؤدي الى كامل زبط لجهاز المناعة وعدم مهاجمة اطلاقا للمفاصل ده اللي هيحميل المفاصل ده في المستقبل وهيخلي المريض ده يعيش حياة طبيعية الروماتويد زي الفشل الكلوي برضو لما يوصل انه هو دمر المفاصل مصطلح بنطلق عليه بيرند اوت روماتويد اللي هو روماتويد اتحرق خلاص بالبلادي ده برضو الهدف اللي انا مش عايز اوصله يعني ده انا كطبيب طب انا نهاية المطاف دي انا مش عايز اوصلها انا بيعالج عشان ما وصلش لجه زي ما بيعالج الكله عشان ما وصلش للفشل الكلام طيب يا دكتور فيه كتير بيبتدوا في العلاج بتاع روماتويد بيبتدوا فيه وبعد كده بيقوموا ايه؟ وقفينوا فجأة يعني بيتعبوا منه بيبقى ليه اثار جانبية عليهم وبيشتكوا فعلا منها وبيوقفوا وقالك لا خلاص طب وبيمرسوا حياتهم الطبيعية عادي طب ده يبقى فيه تأثير لازم يقفية تشوهات بعد كده فيما بعد هو عرض للخطورة يعني فيه خطورة اللي هو يوقف العلاج مرة واحدة طبعا احنا جميع الادوية في الطب الناس فهم خطأ ان ادوية المناعة فيها اثار جانبية اعلى هي كل ادوية الطب لها اثار جانبية وحكم الفائدة versus او ضد الاثار الجانبية هذا حكم متروك للطبيب انا بشوف الحالة واقيم هو هيستفاد قد ايه وهيتعرض لاثار جانبية قد ايه وهذا الميزان لا يوجد غير الطبيب اللي يعرف يحكمه انا نصيحتي طبعا ممنوع اقاف الدواء هو المريض يحقله اني يشتكي من اثار الجانبية مش بنعذبه احنا مش الحدف اللي احنا نعذبه ولا نقوله استحمل وهتعدي يرجع للطبيب تاني يرجع للدكتور اللي بيعالجه ويقوله انا حصلي واحد اثنين ثلاثة يبقى فيه يعني فيه ادوية بديلة فيه بداية طبعا طبعا فيه خطط علاج وفيه خطط علاجية لأثار الجانبية يعني لو قلنا مثال في الروماتويد انا اديت دواء وعمل غمامان نفسه او قبلها للترجيع المريض من نفسه ممكن يوقف الدواء وممكن لو رجع لي هديله دواء تاني للترجيع ويستمر على نفس العلاج مع بعض بدون غمامان نفسه ترجيع ايو ايو يعني ارتاح يعني هو شكوته ارتاحت انا قيمت ان غمامان نفسه في لفل معين لو الترجيع مستمر ولا يستجيب لعلاج انا هوقف الدواء واحطه على خط علاجي اخر واحكم ان هنا الدواء ده فشل نتيجة حدوث اعراض جانبية منهم ويفضل مستمر عليه الى مدى الحياة يعني خلاص الى حد كبير مش هنخش في دايرة التوقيف بتاع العلاج بس نقول مش اقل من سنين طويلة من سنين ايو بس ده في حالة تاني تشخيص روماتويد ومش اي حد يجي يشتكي عظمه بيوجعه ومفاصله يقول ان ده اللي عندي دي حاجة تانية خلاص يعني الاعراض ايه اللي ممكن الشخص يعرف دي بداية ليه الروماتويد مميز جدا هو التهاب في المفاصل ده ما فيه كثير بيشتكوا ده مفاصلي ده عظمي واجعني دي اسمها اوجع فالالتهاب هو احمرار وتورم ايه وفقدين وظيفة ومريض الروماتويد لو تشاف مرة حتى من الدكاترة الصغيرين ما بينصوهوش ان عنده مفصل وارم وحمر ومش طايق حد يلمسه اي مفصل حتى لو مفصل في الصوابع هي اساسا يعني الروماتويد ليه تركيبة ليه معايير تشخيصية معينة يعني غالبا بياخد ست يعني عشان اشخصه بيبقى اكتر من ست مفاصل في الصوابع الصغيرة بس هو ممكن يجي للمفاصل الكبيرة رس تكوع ممكن كتف ممكن رجبة وغالبا غالبا الروماتويد ما بيجيش في المفصل بتاع العمود الفقري فهو مش اي مفصل يعني اوجاع الرقبة والظهر وكلام ده غالبا ليست دروماتويد يعني الاعراض اللي ممكن المريض يحس بيها او يشوف هيعرف اللي هو عنده بداية المرض ده عشان يبتدي في العلاج هو القاعدة ان هو لو حسب الام سواء كانت مفصل التهب او الام بحاجة بتوجعه يروح يكشف عشان نفرق انا عارف ان فيه 95% ان لما يكن مياه في المياه من المصريين بيتوجعوا انا ضهري بيوجعني انا وكا بيوجعني ايه يا رب ايه كل الناس موجوعة وهنا يأتي دور الطبيب في تفريق الوجع واهمية الوجع فيه ناس كتير جدا تجولي باشتباهات روماتويد وفي الاخر طلع عندهم مجرد الام في العضلات اللي هي بتبقى خادعة جدا على فكرة الام العضلات ومستمرة ومؤلمة جدا وبتعذب الناس بجد التشخيص اللي هو اسمه فايبرومايالجيا او الام روماتوزمية في العضلات المرض ده بقى دكتور ليه علاج؟ الفايبرومايالجيا هو تحفظي على كلمة مرض هي فايبرومايالجيا هي اعراض بيحصل اختلال في شوية مواد كيمائية فيه اتزان لمواد كيمائية في العضلات هذا الاتزان بيختل شوية فبينتج عنه حدوث الام متفرقة في الجسم بنعالجه بالادوية اللي بتأثر على الاعصاب عشان ترجع الاتزان بتاع المواد كيمائية بيتعالج والاعراض بتخف احيانا فيه مرض اقولك لا المرض ده مالوش علاج الفايبرومايالجيا اه اه زي الروماتويد معه تاني الفايبرومايالجيا مش مرض الروماتويد هيبوز مفصل الفايبرومايالجيا لو قعد عشرين سنة هو اعراض فقط هو قلم مش هيقدي لحدوث مشاكل هو الناس باكتسب السمعة السيئة انه مالوش علاج دوت لانهو مرتبط بالحالة النفسية وانه بيرجع انا ممكن اخد علاج تلاتة شهر ستة شهر وهوقف العلاج يقوم راجع تاني يرجع تاني مع دور برد يرجع تاني عشان كده مبقاش مرض بس هو انا حكم ما بين المرض وعدم المرض هل هيحصل مشاكل ولا لا هل الانسان هيتئذي منه زي الروماتويد هل هيبقى وزمة فاصل هل هيؤثر على كلا هيؤثر على العضل بقى زيع ولا مجرد اوجاع بتيجي وتروح فيه ناس بقى لهم سنين عندهم فايبرومايالجيا وما بيفكروش انهم يكشفوا هم عارفين انهم عندهم اوجاع ايوه ولما تشد عليهم ياخدوهم حباية مسكن ايوه صح ومتعايشين مع الوضع لمدة سنين وفيه عن ناحية التانية ناس الفايبرومايالجيا بيبقى سفيري جدا ومحتاجين على الجب على الاقل بدوايين او تلتة مع بعض فهي بتفرق من واحد الواحد بس المحصلة ان هو ما بيقزيش الحمدلله دي نعمة من ربنا الحمدلله هنستأذنك نطلع فاصل بس يا دكتور اتفضل 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 طب يا دكتور هايزين نعرف بقى إيه هي الأعراض لمرض المناعة الأعراض غير بقى الأمراض اللي احنا قناعي يعني إيه الأعراض اللي ممكن تظهر للشخص المصاب بمرض المناعة يعرف اللي هو عنده خلينا نقسم الدنيا بس التقسيمة غير عادلة يعني مش نص صونص 90% من أمراض المناعة أو 95% من أمراض المناعة زي ما شرحت لك هي نتيجة نشاط المناعة أو زيادة في نشاط المناعة وبيهاجم مكان مفجس منها فال95% دول الأعراض بتبقى مرتبطة بالعضو اللي تم المهاجم عليه فأنا لو المرض المناعي أيا كان اسمه هاجم الكلع فأنا هتظهر عندي أعراض مرض الكلع أعراض المفاصل يبقى يظهر أي أعراض المفاصل بالضبط الخمسة في المئة البقيين اللي هو بقى كل الناس بس عليهم لأمراض نقص المناعة ودي ندرة ندرة الحدوث أشهر أعراض لها حدوث إصابات بكتيرية متكررة وعنيفة بأنواع معينة من البكتيريا ولقدر الله في بعض من الأمراض حدوث سرطنط وده أنا قصد إن أقوله عشان يوصل فكرة قد إيه نقص المناعة هي مش حاجة سهلة عشان في ناس بيكتفكرة أنا عندي نقص مناعة لا هو اللي عنده نقص مناعة دوتك المثال هو مريض الإيدز عنده نقص مناعة الإنسان اللي بياخد علاج كيماوي لأورام ده عنده نقص في المناعة ده مثال لنقص المناعة إنما مش أي حد بيجيله دورين تلاتة برد يقول أنه عندي نقص مناعة دي قصة تانية مختلفة خالص طب يا دكتور لو إحنا عايزين نحسن المناعة بتاعت الجسم بتتحسن بإيه يعني أدوية أكل طبيعي جميل جدا أحد الأسئلة المتوقع نتسئلها دايما نقول كذا لين أو كذا محور نتكلم فيه أو كذا اتجاه أول اتجاه إحنا عشان نحسن مناعة نفكر لو في مناعة ضد أمراض معينة تتحسن لو لها تطعيم أي فتطعيم الأطفال ضد الأمراض اللي بياخدوه وهم صغيرين ده بيحسن مناعتهم ضد الأمراض دي ده أول جزء اللي هو أنا بحسن مناعة سبسيفك ضد مرض معينة عن طريق التطعيم عن طريق التطعيم والتطعيم فعلا ده حاجة من حاجات اللي بتعرف جهاز المناعة على المرض وتنشطه ويجهز الجيش بتاعه ويجهز الحرب ضد العدوى دي أو ضد المرض ده أول لين تاني لين عشان نحسن جهاز المناعة يعني أنا بخدهم بتسلسل وهوصل في الآخر اللي انت عايزة توصلينه وهو الأكل أيوة صحبوة ده اللي هدين نبصله في الآخر ده أكل لي في الآخر إنما أنا بخدهم بتسلسل الأهمية بالنسبة لي يعني الأكل أنا حطه الأهم أوه في آخر حاجة فقلنا التطعيم في أول محور تاني محور اللي عنده أمراض مزمنة يعالجها واحد عنده سكر وسكره مش مزبوط طريقة تحسين المناعة بتاعته إنه يزبط السكر بهذا القدر من البساطة هو السكر برضو بيبقى مرض مناعي ممكن يخش من الأمراض المناعي بعض الأنواع منه بعض الأنواع مش كلها طبعا بس يعني السكر ليه أنواع كتير وليه قصة كتير بس أنا بقول ارتفاع السكر في الدم بيضع في المناعة أوه يعني تكراره دايماً أيوه فمريد السكر اللي سكره 300 و 400 يجي يشتكي أنا بيطلع لي خراج أنا بيطلع لي دماني أنا لما باخد دور بغد ما بخده بلقوا بعد كده بيوديهم لهم ممكن فيه مثلا رجل بقى فيها باتر طبعاً بالتأكيد كل مشاكل داية فعلاج السكر إن يزبط السكر في الدم فهذا الشخص دي طريقة لتحسين منعته طب كويس دا يخلي جسمه يقوم الأمراض بطريقة أحسن يعني ارتفاع السكر دايماً دا اللي بيخلي نقص يعني يجي مرض المناعة يضعف المناعة يضعف المناعة يضعف المناعة ويبقى عرضة طبعاً إن هو يجيله أمراض مناعية يبقى عرضة إن يجيله أمراض نقص منعية أمراض بكترية ميكروبات عرضة الجيش بتاعه بقى ضعيف فالهجوم من بره يبقى أسهل يبقى أسهل أيوه يجيله ميكروبات أو المشكلة تجيله أسرع فده تاني لاين أي حد بيعاني من مرض مزمن يزبطه يزبطه عشان هذا المرض مجرد ضبطته بتحسن أداء المناعة تالت لاين ومش هنخش فيه بعنف شديد اللي هو العادات الصحية السليمة اللي تمنع العدوى زي إحنا حالياً دلوقتي هتلاقي كل عالم بيتكلم على الكورونا ومشكورنا أقول لك ده نقص مناعة ولو المناعة قوية هتقوم الملكورونا أنا أقوم الكورونا بغسيل الأيدي عشان أحسن فكرة أن أنا متعديش لو الجلد بتاعي تجرح أعالجه صح وحط على مطهيرات صح عشان الجلد ده خط دفاعي للمناعة ضد الميكروب إنه يخش أو أي بكتيريا إنه يتخش أو أي فيروس تمام؟ فده رقم ثلاثة نيجي للجزء الأخير بقى الأطعمة وجهاز المناعة ما هي الأطعمة؟ اللي بتحسن أداء أو كفاءة جهاز المناعة أو في أطعمة بتحسن كفاءة جهاز المناعة غالباً كلها مرتبطة حوالين الخضروات والفاكهة بس لو قلناها سبسيفك كده أنا كنت ساعد بحب أقولها للمرضى بتوعي الأطعمة اللي انتوا بتقولوا لولادكم كلها غصباً عنكم أه أيوة فعلاً البروكلي الأولاد ما بيحبوش بروكلي ما بيحبوش ما بيرضوش خلاص خلاص دي الأطعمة غالباً اللي بتحسن جهاز المناعة يعني لو قلنا في الخضروات البروكلي والسبانخ من الحاجات الكويسة جداً اللي احتوقهم على شوية فيتامينات ومعادن زينك ومضادات أكسادة وحاجات بتفيد جهاز المناعة هي بتفيد الجسم كله بس من ضمنها كمان بتحسن جهاز المناعة الفواكه خاصةً الموالح حتى الناس بالبلد يقولك اللي يجيلوا برد يشرب للمون ايو ايو يا كوردقان ايو لأن فعلاً اوالح فيها فيتامين سي وفيها زينك وفيها بعض من الحاجات الفواكهمانات الأخرى اللي بتحسن مقاومة الجسد اللوز من المكسرات اللي بتحسن الأداء بتعجز المناعة شوية وطبعاً في قصة الكورونا كل الناس معرفش ليه رافعين من شأن التوم بزيادة قوي لا لا التوم بقى التوم هو اللي هي معرفش إيه الحكاية اه ايو فعلا لا هو التوم مالوش دور أعلى من الباقي يعني هو زي زي الخضروات والفاكهة يعني زي زي أي أكل بيرفع المناعة برضه اه مش هو أساسي يعني لا مش هو أساسي طبعاً بس قاعدة برضه يعني قبل ما نخلص نقوله وبعض المأكلات البحاجية في بعض منها الكابوريا والتشيلز للحاجات اللي هي القواقع والحاجات دي في منها الحاجات مفيدة للجسم والجهاز المناعة بس النقطة برضه عشان نبقى متفقين الاكل او استخدام الاكل الهدف علاجي دي حتة تريحة ما أنا لسه كنت هقولها يعني الاكل ده اللي هو يحسن جهاز المناعة عند الشخص اللي هو ما عندهوش مرض مناعي والسليم ما عندهوش مرض تاني اه لكن ما يكويش يعني ما يرفعش المناعة عندهوه مصاب أصلاً بمرض مناعي لا طبعاً اه ولقوا فيه حاجة تانية أسوأ ان هو ممكن يبقى عنده مرض يمنع الاكل ده واحد عنده كولسترول عالي وهو صمم يأكل لوز عشان يحسن المناعة اه طبعاً كولسترول يعلب انا وكده بيبوز حاجة تالي خالص كولسترول هيعلب في السماء بسبب اللي بيعمله اي اصلاً فتاني انا بحذر استخدام الاكل او المكونات الغذائية لهدف طبي ان جنرال مش هقول على المناعة اي هدف طبي نستخدم فيه المكونات الغذائية لابد ان يكون بعد استشار الطريق اه يعني مفيش حد يبقى عنده مرض وعمال يأكل حاجة بتأذي المرض ده اي يعني مفيش واحد بس ان عنده كولسترول ويفضل يأكل في لوز طبعاً الكولسترول هيعلب ومش هيفيد جهاز المناعة طبعاً 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 يعني معنا كده لازم تحاليل نعرف ايه قبل ما نأكل اللوز نأكل البروكلي نأكل كل ده الدكتورول يحددها طبعاً طبعاً بالتأكيد مش من دماغنا كده قد بص لا طبعاً طبعاً طب يا دكتور اللي فيه اشخاص بيجي لهم ادوار برد متكررة ده جداً كمان سواء في الصيف او في الشتاء ده دليل اللي فيه مرض مناعي نقص في المناعة ولا ملوش اي علاقة بكده خالص عامةً يعني نخلي القصة في ايد الدكتور وحلب حالتها بس عامةً لو دور برد متكرر وبيخف فهو غالباً مش نقص مناعة لأنه نقص مناعة دور برد هيجي ومش هيخف هيعمله التعبر قوي هيعمله فشل في التنفس هيبقى عنده صوري في التكلمة عنده مصيبة اكبر من دور البرد ايوه فهمت حضرتك يعني مدام البرد اتكرر ايوه البرد ايوه وتكرر وعد على خير خلاص يبقى مفيش اي مشكلة هو جاله برد وبعد خمس ايام خف هو خف لي عشان جاهز المناعة اشغل ايوه صح وبعد اسبوعين جاله برد تاني وقعد خمس ايام وخف تاني عشان جاهز المناعة اشغل ما هو جاهز المناعة قاوم الفيروس بتاع البرد او البكترية اللي جابت له ايوه ما هو من الاول لو في نقص مناعة دور البرد الاولاني ده مش هكيف صح هيفضل مستمر بفترة طويلة هيعمل مضاعفات هيبهدل الدنيا فالسؤال هو ليه بيجيله ادوار برد متكررة يعني وبقول الكلام ده عام يعني ممكن يبقى فيه مواقف مختلفة هو بيبقى فيه سبب ما يا اما في سلوكه يا اما سبب مرضي عنده يؤدي الحدوث دوت في سلوكه فيه حد مش متعود ان يخسل ايده بيركب مع زحمة ما متعودين ناس في مكتب كلهم يعتصوا جنب بعض لو ما فيش حد بيحط منديل على بقور ما بيعتص فده يخرج من دوري يجي في دور تاني او هو عنده حاجة ما مرضية برضو ما لهاش دعوة بالمناعة عنده اعوجاك في الحاجة زق انفي عنده جيوب انفية مزمنة لحمية حساسية مثلا حساسية مدخن شريحي فيه حاجات كتير او بتؤدي لتكرار لتكرار البرد البرد وزي ما بقولك غالبا لو قلنا في معظم الناس تكون ان تكرار برد دوت مش معناها من مناعة ضعيفة انتي بتلاقي فيه امها كتير جدا ولادهم يقولونهم ايجوا يشتكوا انا مناعة ابني ضعيفة مية ستة ايو صانتي حكمتي على كده ايه صح؟ انا ده بيجيلو ادوار برد كل اسبوعين ثلاثة انا هقول نقدحها ما هو بيجيلو دور برد كل اسبوعين ايه صح احمدي ربنا ما دي مناعة شغيلة انه هو خف بخلال دور البرد الاولاني بقى مناعة شغيلة حلوة وهو المناعة بتضعف في امراض معينة هو بيعاني من امراض دي لا قدر الله هو بيخد عليك كمان هو عنده واحد من ثلاثة لا اهلا انتي شوفي العداد بتاعتكم او شوفي الامراض الاخرى اللي بتقدي اللي حدوس للبرد تبصي تلاقيهم بيخرجوا ويدخلوا مفيش حد بيفكر يخسي اليد ولا يحط شوية كحولة على ايد ولا ينظف اي حاجة ايه لازم هيجيلهم برد لازم صح ده الواحدها العادة دي الواحدها بيجيب كل ادوار البرد طبعا تلاقي الطفلة فصل في مدرسة زحمة ولا حاجة ومفيش تهوية الجوشاتة يقوموا قفلين الشبابيك ايوه ايوه الطفلة العين مفيش تهوية خالص طبعا 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 فطفل العين هيعدي الفصل كله طبعا دي حلها انه ابتاحه شبابيك ابعده باطفال عن بعضها دي كلها ليس لها علاقة بالمناعة ده كل ده اه مدام دور البرد خلاص خف حتى لو جي كزا مرة بس مدام خف خلاص يبقى احنا ملناش علاقة بقى بايه بمرض المناعة ده خالص ايه اللي موت المكروب اللي جبكت المناعة اه بس فخلص هي شغالة وزي الشغالة شغالة صح صلى شكرا يا ربنا احمده ربنا ايه هي شغالة وحلوة ايه صح ما هي موتة المكروب عملت اللي عليها ايه وان احنا بنعمل حاجة تانية غلط دي مشكلتنا احنا دي مشكلتنا فعلا طب يا دكتور فيه تحليل ممكن يتعامل نعرف منه المرض المناعي ده طبعا هو فيه مقات التحليل اه بس خلينا اشرح حالك بطريقة مبسطة اه احنا دايما في التحليل بنتجه من العامل الخاص بناء على تاني تقييم الطبيب اه يعني الحالة اللي المريض فيها اه هي دي اللي بنحدد منها التحليل ايه نوع ده اه ويعني ايه من العامل الخاص يعني صورة الدم فيها عدد كرات الدم البيضة اه مع كرات الدم البيضة ده جزء محوري طبعا من المناع كجهاز المناع طبعا وتوزعتها فده اول تحليل بيقول لنا وضع جهاز المناع بطريقة عامة عامة اه لو بسط لبعض من التحليل اللي هي بتؤدي اسمها مؤشرات للتهاب زي سرعة الترسيد زي بعض من التحليل الاخرى اللي شبه سرعة الترسيد جيبت الديني مؤشر عام هل يوجد التهاب هل جهاز المناع ده قدى لحدوث التهاب ولا لا وده العام اللي هو انا محتاجة اتطمن يعني الام اللي عايزة اتطمن على ابنها اللي بيجيله ادوار برد متكررة او طفلها اللي بيجيله ادوار برد متكررة التحليل اندو اللي يكفر يزيدو اه كرات الدم البده طالعت مظبوطة خلاص يبقى المناعة ما لم يكن فيه شاكوة طبية اه بعد كده بنتجه في التحليل بقى بناء على الكشف والوضع الطبي لدرجة اه احنا التحليل يعني المناعة ده لها مئات التحليل اللي ممكن تتعامل لها بس مش لأي حد انا شاكك في مرض مناعي مع غمطيب ليه تحليله والامراض اخرى يعني كل مرض بيسببه نقص المناعة ليه تحليله لمنفصل على التامي خالص بالزبط اه طب دكتور بالنسبة للانيميا الانيميا بيبقى ليها ممكن تأثر على المناعة الى الواحد مناعته كويسة جدا الانيميا لو فضلت وما تعالجتش ممكن تسبب اللي المناعة تتأثر يجيله مرض مناعي لا هي العلاقة مختلفة شويتين ممكن اشرح حالك هي الانيميا موجود انيميا بتضعف مقدرة الجسم على الشفاء دي مالهاش ضعو بالمناعة يعني اللي عنده انيميا لما هيتعور الجرح ده مش هيخف بسرعة اللي عنده انيميا مما يجيله ضر برد غالبا مش هيخف هيخف أبطأ من الناس التاني يعني مقدرة الجسم على الشفاء في وجود انيميا بتبقى صادة وعن ناحية التانية هي الانيميا لا تسبب امراض منعية بس قد تكون نتيجة امراض منعية ازاي بقى انا الحتة دي بقى عايزين نعرف يا دك يعني احنا مسلا بنلاقي اطفال كتير تعمل لهم تحييي سور الدم لقد عنده انيميا لقد عنده قراط الدم الحمرة فيها تكسير في الحديد مسلا دي كلها ممكن ايه اللي تسببها ايه الامراض اللي ممكن تبقى نتيجة لها العديد من الامراض يعني هو الانيميا ليست بتشخيص مرضي هو فيه اسباب كتير جدا يعني ما ينفعش اقول ان المريض عنده انيميا الكلمة دي عام ما قوي لازم نقول المريض يعاني من انيميا ناتجة عن مرض ما فيه عشرات الامراض التي تسبب لحدوث انيميا بعض منها بعض منها مناعي يعني ساعات بعض من الامراض دي ندرة يحصل حاجة اسمها تكسير مناعي في كرات الدم الحمرة كرات الدم الحمرة اللي هي بتشيل الهيموجلوبين اللي لما تتكسر يحصل لي انيميا جهاز المناع زي ما قلنا بيهاجم حاجات في الجسم ساعات يقرر ان يهاجمها هاي او يهاجم نخاع المصنع اللي بيطلع كرات الدم الحمرة بدل ما يهاجم حتى المنتج كرات الدم الحمرة لا دا بيروح للمصنع الاساسي ويهاجمه ساعات بعض من الامراض بس الحقيقة دي نادرة جدا نادرة جدا جدا يعني اسباب الانيميا زي ما قلت لحضراتي في عشرات اسباب في عشرات اسباب كتير جدا للانيميا اشهر سبب للانيميا في العالم نزيف طب هنستأذن حضرات طب يا دكتور هنعرف الاسباب بعد الفاصل اتفضل يا فن اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل هنكونوا واقفين بعد ايه دكتور الاسباب او الانيميا بالرغم انها تخصص بعيد عني شوية في امراض الدم بس انا كباطني هتناقش معك في اسباب الانيميا زي ما قلت لحضراتيك احنا بنقسم هي الانيميا ليست بمرض في حد زكحة هو لابد ان احنا نقول مرض قدى الى حدث الانيميا وغالبا بنربط اسباب الانيميا او فقر الدم بنسبة الحديد بنسبة الحديد بيبقى صورة الدم الدين مؤشر بس هل هذه انايميا ناتجة عن يعني بنقسمها احد التقسيمات هي لا تقسمات كتير اوي بس من احد التقسيمات ان في انايميا ناتجة عن نقصة حديد وانيميا ناتجة عن عدم مزب نقصة حديد بس عند الحيث ازيف حاجة دكتور يعني التحليل اللي بيطلع اللي في انايميا في مؤشرات يعني الطبيب بيعرفها اللي دي ناتجة عن طريق مرض او خلل في الجسم أو دي نتيجة طبيعية لعدم مثلا أكل يرفع الحديد أو طبيعي آه يعني لو خدناها حمشي معاكي في السكة دي عشان ده سؤال دايما بتسئل دينا عايزين نعرفه يعني إحنا أول حاجة هبص عليها في صورة الدم نسبة الهيموجلوبين دي هتقول لي فيه أنيميا ولا مفيش هبص على نسبة الهيموجلوبين 11-12 ده هقول مفيش أنيميا نسبة هيموجلوبين 6-7 هنقول فيه أنيميا ده رقم واحد تحت نسبة الهيموجلوبين في نفس التحليل اللي هو صورة الدم فيه بعض من المؤشرات الأخرى الناس بيمروا عليها مرور كرام كده فيه حاجة اسمها MCV وMCH وMCHC فيه شوية أرقام كده لذيذة تحت كلمة هيموجلوبين وعدد قرات الدم الحمرة كمان محتوط الأرقام دي بتديني تصور وليس تأكيد تصور اللي ده ناتج طبيعي وليه ناتج عن مرض تاني هو مدام أنيميا ما بقتش طبيعي خلاص ما مفيش طبيعي اسمه أنيميا هو ناتج عن نقص حديد ناتج عن نقص فيتامين معين ناتج أيا كان عندي تصور ما لشكل الأنميا بطلق تحاليل أخرى زي نسبة حديد في الدم أو قابلية الدم لنقل الحديد وبعض من التحاليل الأخرى تديني أوصل بيها لتشخيص معين بناء على الكشف والتحاليل ونقدر نقول بقى من وسط عشرات الأسباب اللي هي حاجة وتلاتين سبب للأنيميا أنا عندي أنيميا نتيجة كذا أشهر سببين على بدك الكرة أرضية آه إحنا عايزين للسبب آه آه اللي هو إيه اللي هو بعيد عن زهن الناس خاص أشهر سببين الأنيميا في العالم كله بإحصائيات النزيف بطلق أمراض النساء ونوع من الددان اللي بتصيب البطل اللي هي اسمها أسكرس اللي هي بتتغزع الدم ودي برضو للأطفال والكبر مفيش اختلاف ده أو ده بس دي بتيجي في بعض البلاد ولا بتعمل أعراض ملهاش أي أعراض أعراض الأنيميا أعراض الأنيميا للتعب والإرهاق فعلاً عشان فعلاً ممكن الواحد ياخد أدوية للأنيميا وبرضو ترجع تاني يدوبك شهر وتلقيه رجع تاني ماهو إيه السبب بقى في وسط الأسباب الأنيميا هي أحد الحاجات التريكي أو الخادعة في الطب يعني لابد إن ما حدش يكتفي بالنسبة للأطباء بكلمة تشخيص أنيميا في ناس كتير جي وقت دا بيجولي أنا بقالي سنتين بتعالج من الأنيميا بأكد على كلامك اللي انت قلتين أي الدكتور قالك أنيمية إيه؟ ما عددش بعملكش تحالي الأخرى؟ لا ما عددش ما فيش حاجة أسمعها كده أنا بقالي سنتين بتعالج من الأنيميا أنا بتعالج من مسبب مرض سبب الأنيميا السبب اللي جاب الأنيميا ممكن علاج الأنيميا يبقى بمنطقة البساطة دا ولا علاج دي داني ممكن يبقى علاج الأنيميا علاج مناعي لو عدد مرض مناعي في الحالات الندرة ممكن يبقى علاج الأنيميا وقف مكون غذائي معين فعندي بحر من العلم اسمه أنيميا أي وطير ما عايز حلقة الوحده دا بقى دا الوحده طبعا طبعا أي فالمهم جدا أن أنيميا يتوصل للسبب لها ليه سبب لها ما انتعش ناخد الأنيميا كده إن هي مغلة فكلمة أنيميا دي ليس لها أي معنى أطلقا طبعا يا دكتور الحديث مع حضرتك احنا عايزين مش حلقة احنا عايزين حلقات كتير ربينا يخبر حضرتك وفي نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك جدا على طبعا وجودك معانا وعلى معلومات كتيرة حل وستفدنا منها ربنا يخليك ربنا يخليك يا دكتور وأنا سعيد جدا بأن كنت معك في الحلقة شكرا لحضرتك جدا يا دكتور ربنا يخلي عايزين المشاهدين استنوني في حلقة جديدة في برنامج مشهورة والحياة اشتركوا في القناة 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 شكرا